السلام عليكم ورحبا بكم من جديد على القناة نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله الوصفة اليوم كما تشوفوا هي عبارة عن لازانيا بالكفتاء والخضر وصوص بشامل اللي سايبتها معكم من قبل ولي كاينة موجودة على القناة دبنا نحط لكم الرابط في اسفل الوصفة ان شاء الله اذا لهاد الوصفة تنحتاجوا المكونات التالية الملحة البزار سكينجبير كوركومات حميرة وشوية الكامون اللي تنديرونا ضروري في الكفتاء كينة فلفلة مقطعة الوان عندي جلبانان عندي هنا سوق جولي ما عنديش طريات تقدروا استعملوا طريات القصبر مع النوس موزاريلا وبطبيعة الحال الكفتاء والثومة محكوكا و لهذا الشيء كامل سنبدأ على بركة الله اذا نسوص بشامل كما شاهدتوا هي هذه اللي سأتيتوا مقبل سأخذ واحد المقلاء ندير فيها شوية زيت نباتية او زيت زيت كيفما بغيته نشحر فيها البصلة والتطيح ومن بعد نزيد الفلفل بالالوان ثم نستطيع استعملوا لون واحد الى عندكم اذا على بركة الله بسم الله سنبدأ هذا طريق الخاصة في لازاني نضيف الفلفل ثم نضيف الفلفل ثم لا نستطيع الطياب كما تعرفون لا يحتاج طيبها انا هنا هنا ما يحصل معنا وكثرة تقريبا لا نستطيع طيبها لانها ستقصح سأدخل الطياب صافي ونطفو عليها لانها ستطيع الطيب الفران تستطيع اضافة مطاشة لا تريد اضافة مطاشة ثم ثم نضيف أوراق لازاني لا نسلق نضيف مباشرة نضيف فران ونضيف الأوراق نضيف طبق ونضيف طبق ونضيف طبقة واحدة اختيارية لا نضيف قصحة ولا نضيف لازاني معجنة نضيف تقريبا بصصة الكفتة والبشامل لا نضيف قصحة نهائيا نضيف ونضيف كمية كمية كما أخبركم الكفتة مع الخضر تقريبا نضيف نضيف بالكمية من الكفتة ونضيف 600 جمال مع جوج الفلاج و جوج جلب ونضيف طبق سلسة البشامل لكي تأتي بنينا نضيف قصحة ونضيف ثم نغطيها بورقة لازاني نغطيها بورقة لازاني نضيف سلسلة البشامل نضيف كمية لابأس بها نغطيها بورقة لازاني نضيف سلسلة البشامل نضيف شرائح المطزرين ونضيف مطزرين نضيف مطزرين نضيف بشامل ثم نقوم بضوء ونقوم بضوء بضوء ونقوم بضوء کے منطقة السيطرة ثم نقوم بضوء ونقوم بضوء حول كدفة وسنقوم بضوء سلسلة البشامل يجب أن تغطي الوراق لكي لا يبسوا في الفرنان و ترشوها بالفرماج محكوك يجب أن تغطي الوراق بنا سوف ندخلها كالطيب الأختيار تعتني مقصطع وقصيص الملتفون لتحمر الملتفون فقط فقط في فرمج محكوك أقريبا مقطع فتتفضل الملتفون سأفكر الفران 20 دقيقة ما يبقى وزوجة محمر وقرملة والديدة اشتركوا هاد الوصفة مع العائلة والأصدقاء نخليكم على هاد الوصفة ونقول لكم بصحة والراحة وإلى وصفة أخرى إن شاء الله تهلا وفريوسكم بسلامة